أنا وياي اليوم الليلة الأستاذين كبيرين هم رح يتحدثون عن كل هالمحاور الأستاذ الكاتب والأديب والشاعر أستاذ جبار المشهداني والأستاذ السياسي العراقي الكردي البيشمرق البطل عماد باجلال وعلى ذكر الأستاذ عماد باجلال أنا طلع عيث البارحة بدر اليوم ولا اليوم أنا وصلتني هاي هاي تشوفوها هاي على أساس عندك هاي بالله الوثيقة للأسف هو بدأ زمن الوثائق المزورة الركيكة متهمين عماد باجلال أنه كان مصدر ووكيل المن المديرية أمن ديالة اي دي رتبوها بعد عمك دي رتبوها رتبوها اي شي سوها سوها ما الملال اي شي كتبوها صحيح كاتبها المن مديرية أمن ديالة تخاطب القيادة القومية مكتب الأمان العامة اللي هذي مان صغيرة اللي هذي يعني لست حون عقوننا ترى العراقين احنا شننا عراقيين قبل الفيو وثلاثة ما شننا هنود وصلنا هسا عراقيين وما ندري شكوا المكتب القيادة القومية الأمان العامة شون تخاطب مديرية أمن بديالة علي يا باب يعني فاهمين قصدي يعني مثلا أنت لآن رئيس مزرائنا يخاطب يعني مدرمني عتبة الحسينية يقول للي الوزير التجارة ماكت منطق الوزيرة الوثيقة مزورة كلاوات عماد باجلال ما يحتاج الزورون على وثائق الرجل صار يحدي يطلع صورة وصوت ويحشوا ياكم اللي يريد يريد علي خليه يطلع مناظرة وحنا مستعدين نضيف أي واحد منكم عالي ونصيف ولا غير مناظرة ويا أستاذ عماد باجلال عشر حلقات بدأ الحلقة واحدة